فكرة لا تصح وعلى كل الأحوال مهم بس أن أنا أكد أنه في بعض الأصوات وأنا أتكلم تحديداً على كابتن ميدو بما أنه ذكرني بالاسم مبارح خليني أقول أنه كابتن ميدو طبعاً يعني بشكل شخصي يعني أنا أكدني لي كل الاحترام والتقدير لعيب صاحب بشوار طويل جداً وهو أي لآخره لكن الحقيقة موقعك كإعلامي في التوقيت الحالي لا يسمح ليك بأي شكل من الأشكال حتى ولو كان بشكل موضوعي التعرض لقناة النادي الأهلي لأكتر من سبب واحد حضرتك متحدث رسمي باسم نادي منافس وحضرتك أعتقد كمان عضو مجلس إدارة نادي منافس أعتقد هنا أنه مبدأ تضارب المصالح واضح وبشدة وبالتالي التعرض للنادي الأهلي من حضرتك مهما كان الطرح موضوعي هيفتقد دايماً لفكرة الحياد وأعتقد كمان أنه اللوايح ويريد حد يأكد لنا الموضوع دي الموضوع ده سواء بالتأكيد أو بالنفي اللوايح بتمنع ده يعني أعتقد اللوايح تمنع بالجامعة بأن أكتر من منصب قد يكون بينهم تضارب مصالح حضرتك متحدث رسمي باسم نادي عضو مجلس إدارة نادي تاني فأنت أبعد ما يكون آخر حد ممكن يتكلم على النادي الأهلي سلباً أو إيجاباً قولاً واحداً خانك التعبير جداً الحقيقة وكان فيها يعني أنا آسف بين القصين هقول تطول شديد جداً أنت توصف قناة النادي الأهلي بأنها بتحاول ترهب الخصوم أو المنافسين أولاً أنت حطتنا في موقف خصومة مع منتخب مصر وهذا لا يجوز على الإطلاق والإرهاب الحقيقي الحقيقي أن إحنا لما نرصد خطأ ونترح فكرة أو نطرح سؤال منطقي يبقى من الإرهاب أن حضرتك تحاول تمنعنا من إحنا نوصل صوتنا ده الإرهاب الحقيقي لكن إحنا أبداً مش ممكن نتحط في موقف خصومة مع منتخب مصر وأبوناً ابتديت حلقة النهاردة وبتديت حلقة مبارح وتكلمت حتى مع عظيفي كابتن فتحي مبروك على كل الدعم لأنه كل الدعم موجه لمتخب مصر ده شيء مفروغ منه ما فيش مواطن مصري ما فيش انتماء لنادي لمدينة لقبيلة لديانة لأي شيء في الدنيا ممكن يفوق انتماء أي حد البلده قولاً وحاداً وكل الأندية المصرية بتشتغل عشان في النهاية منتخب مصر وعشان في النهاية اسم مصر وعشان في النهاية صورة مصر والنادي الأهلي أو نادي الزمالك أو نادي بيرمتزا أو نادي الإسماعيلي أو نادي الاتحاد أو غيرهم من عندها لما بيحقق بطولة بتحسب لمصر والمفروض المفروض والطبيعي انها تفرح كل المصريين